اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القمر الان موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح موجود في برج العذراء عشان من هيك بتظل طبيعتنا الجده هي المسيطرة ومنتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك وردة او شاردة دون تفاحصها منجد ان عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر ان الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها وجود وهاي افضل فترة للتخلص من عادي سيئة كتدخين وشرب الكحول موسع نقتنا حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية هي زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين بلوتو هاي زاوية جديدة اليوم بدأ تأثيراتها طبعا هي مش ايجابية هي ممتزجة احنا منسميها فعشان هيك بتدفعنا هاي لا النشاط والحركة ولكن برضو بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالدمب وبتزيد من عنادنا وممكن تسببنا نزاعات شديدة مع محيطنا او ازمات قلبية اسبابها العصبية او حوادث عن طريق النار اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم تسعة اثنين بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة وننظر للحياة بتفاول اكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون دروتها ساعة تنتين وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر تقريبا نشر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون دروتها ساعة ستة وتسعة وتلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي زاوية برضو تأثيراتها تستمر لغاية ساعات المغرب تقريبا من منتصف الليل ولغاية يعني طيلة النهار هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة ستة وتسعة وتلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيكون القمر خلص انتقل يعني بلش في مراحل خلو المسار لغاية الساعة ثمانية وستة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مدة تقريبا الساعتين بعدها القمر بيستقر في برج الميزان هدولة اللي قرابة الساعتين فترة خلو مسار سلبية يعني لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وستة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش القمر خلص بنتقل بيستقر في برج الميزان عشان هيك بنبدأ من ساعات الصباح فترة أفضل عاطفيا وخصوصا هاي الفترة جيدة لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميلة الاسترخاء يجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ما أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناع حاجية جميلة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وإذا اطلب الأمر منه أن نعمل فحصات أو علاجات لإلها ففترة مناسبة من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ولكن مش في فترة خلوه المسار ومش الأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن برضو مش في فترة خلوه المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الميزان معناة خلوه المسار القادم رح يكون يوم السبت 11-2 بيبدأ خلوه المسار في تمام الساعة 44 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 36 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعدها ويستقر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعمره 19 يوم في تمام الساعة 45 دقيقة بعد العصر بصير عمره 20 يوم نسبة الإضاءة 83% وصلنا لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحس بنسبة 25% الآن وفي ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 50% القمر في العذرة بدي انتقل في ساعات الصباح للميزان ورح يضل في الميزان لغاية يوم 11-2 منتحس بنسبة 10% الآن ولكن في ساعات العصر تقريبا بصير سعيد بنسبة 25% وبيكمل طيلة النهار عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 سعيد بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في التور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الأجواء القمر موجود بمرحل المقابل الآن فعشان هيك التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة ممكن تجدوا أن العمل تراكم برضو أكثر من المعتاد اليوم وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم فعشان هيك بيكونوا تنتبهوا بشكل جيد لعملكم وصحتكم وحاولوا إيجاد الحلول وحاولوا أنكم تفرضوا سلطتكم على زملائكم واضبطوا عصابكم وإذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا طبيبكم أما في ساعات الصباح وما بعد ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم وممكن تتعقد بعض الأمور أو تترأ بعض البلبلة فعشان هيك بتكونوا تعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاضروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك اليوم والعرقيل كمان يعني خصمك قوي والعرقيل برضو بتستفزك برج الثور بظل رغبتكم قوية في التقرب من أحباكم الحظوظ ما زالت بتدعمكم في كثير من الأمور بلشت تتكشف رجعتوا تسيطروا على الوضع بشكل جيد وممكن تجدوا قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم خلال هذا اليوم ممكن تعزيز العلاقة مع أحد الأبناء أو أحد الأحبة من الآن لغاية ساعات الصباح يعني الأجواء جيدة ودعملة إلك فيها طاقة وفيها إطمئنانية فيها راحة أما من ساعات الصباح القمر رح يصير في البيت السادس هنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتكو تنتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أكثر فعشان هيك بتكو تنتبهوا لأعمالكم وبرضو بتكو تنتبهوا لصحتكم واللي بيشعر بشيء غير اعتيادي يراجع طبيبه برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا التركيز رح يظل على الأمور البيتية والعائلية من الآن لغاية ساعات الصباح فبتنشغلوا في تنظيم أموركم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعروا باكة شوي كأنه في شيء يعني أو مسألة بتلفت انتباهكم عائلية أو بتطلب منكم تكونوا موجودين بتحاولوا تساعدوا أحد أفراد العائلة ممكن تعب صحي لأحد أفراد العائلة أعطال منزلية ضغوط معينة أو أمور طارية أما في ساعات الصباح الأجواء كلها هاي بتتغير بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة في الأيام الماضية يعني فترة إيجابية برج السرطان كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء السفر التمقلات وخصوصاً داخل المدن واضبطوا أعصابكم قدر الإمكان لأنه اليوم حساسية العصاب والعضلات عندكم عالية جداً وحاولوا اليوم ما تدخلوا لا نقاش ولا حوار حاد كونوا مرنين اليوم عندك لقاء مهم من الآن لغاية ساعات الصباح لقاء مهم أو اتصالات مفيدة أو حوارات ونقاشات وعندك قدرة على الإقناع وسرعة بديها ممتازة جداً ولكن مع ساعات الصباح بصير الاهتمام بالمسائل اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة طبعاً طيلة النهار هيك هي من الصباح بتبلش بوسعك التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء أنه خلال هذا اليوم تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية أو تواجهوا يعني بعض الضغوطات اللي إلها علاقة بأعطال أو إلها علاقة بظروف بتصير إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع من الآن و لغاية ساعات الصباح وانتبهوا على أمالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالون أو المحتالين وبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية ويحرصوا على أمالكم من السرقة زي ما حكينا أهم شيء برضو اليوم في مكاسب مالية من الآن و لغاية ساعات الصباح هاي المكاسب بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هباد دعم أو ممكن بعضكم يحصل على هدية ولكن النفقات أكثر والهروب من الواقع لصرف الفلوس يعني هيك تسوق هاي نزوات التسوق بتكون طاغي خلال هذا اليوم أما من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور التنقلات والاتصالات والسفريات القصيرة وبكون لكم أيضا تعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات على حسب حق لاختصاصكم فترى نشطة جدا وفيها كثير من المزايا وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرها على السيطرة على زمام الأمور وبرضو اليوم طاقتكم ممتازة جدا حيويتكم ممتازة ملفتين للانتباه حتى للجنس الآخر وبتكونوا مميزين بأداكم فترة ما زالت ممتازة من الآن لغاية ساعات الصباح فيها كثير من المزايا أما من ساعات الصباح بتصير الاهتمام كله على الوضع المالي بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم شيء أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة إلى قريب أو حذيب أهم شيء برضو لا تبلغوا بمصاريفكم وكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة وممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية يعني في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردة تبات أو دعم أو بعض الهدايا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا اليوم يطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم من الآن لغاية ساعات الصباح ما زالت الأجواء ضاغطة لأن القمر موجود في بيت المتاعف فبظل التعب المسيطر عليكم ممكن اليوم تتهربوا من موعيد أو ما لكم نفسي تشوفوا حد هيك طاقتكم ضعيفة أو تشعروا ببعض التواعق الصحي أو حتى بالعصبية أهم شيء أنه ما تتخذوا أي قرارات حاسمة ما تعصبوا ما تبادروا بشيء حاولوا أنه تأجلوا كل الأمور لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر بيكون وصل لعندكم بيت تغيير أفضل على صحتكم بتستعيدوا حماستكم وممكن هيك يصير بعض الإنهماك بتعديلات أو تغييرات رح تكون على روتيدكم أو على مظهركم بتقوى نسبة النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتنقلب المعطيات من طلقة ذاتها لصالحكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيظل التركيز على الأمور الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية وعلاقاتكم مع أصدقائكم من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن مدى القمر يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة مناسبة دعوة لقاء أصدقاء أهم شيء أنه يعني فيه نشاط بالعلاقات الاجتماعية وممكن أنه تحصلوا على بعض المكاسب منها ولكن حاولوا أنه ما تفرضوا سلطتكم على أصدقائكم أو على الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم ما تكونوا فضين في الانتقاد أو بتسميع الكلام يعني ضبط الأعصاب مطلوب دون مواجهات أما من ساعات الصباح الأجواء بتتغير لأنه القمر راح يوصل للميزان بيت متاعبكم فبتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لأنها هي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء وما تقرروا على شيء عشان ما تقيب آمالكم وحذروا من البلبلة والالتباسات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن لغاية ساعات الصباح وبإمكانكم تعزيز العلاقة أيضاً مع المسؤولون وهذا تعتبر برضو هاي الساعات مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بدهم يحززوا علاقاتهم مع أصحابهم في العمل أو مع شخصيات مرموقة بس ما تجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم وما تخالفوا القوانين نهائياً خلال هاي الساعات من ساعات الصبح أو من ساعات الصباح بتلتقوا الأصدقاء وأهم إيش أنك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق في إطماء بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف دعم تصوراتكم رح تنشطوا اجتماعياً بمناسبات أو لقاءات أو اتصالات أهم إشي أنه إذا كان بدك شيء اليوم وصار فيه عليه تأخير ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً ما زالت الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والسفريات والتناقلات والامتحانات والعلاقات مع الأجانب من الآن لغاية ساعات الصباح عشان هيك الأجواء جيدة ولكن في فترة تخلوه المسار تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن عندك نشاط وعندك حيوية وقدرة على الإقناع رائعة جداً وبرضو بإمكانك أنك تعزز العلاقة مع الأحبة أما من ساعات الصباح فهنا القمر بوصل لبيت السمعة ابتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ابتخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنه ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم بل غموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع ممكن يكون في هذه الفترة نوع من أنواع القلق أو التوتر من شيء ما برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً القمر صار موجود في البيت الثامن أو هو موجود في البيت الثامن في ساعات الصباح بدينتقل للبيت التاسع عشان هيك من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل التركيز على الوضع المالي أو الأموال المشتركة لكن بتكون تخففوا من النفقات وما تغامروا وتجازفوا وتدخلوا بأي شيء يعني يعتبر مشروع مالي بالفترة هاي بتكون لأنها فترة تدخلوا مسار صحتكم أو صحت قريب لألكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تهتم بأمور إلها علاقة ببنك ضريبة تأمين أو أموال الشريك أو تبحث أمور إلها علاقة بفوتير أو سداد بعض الأمور المالية أما من ساعات الصباح بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة أو أوراق معاملات ويعتبر هذا يوم مناسب لإجراء أمور إلها علاقة بمقابلة أو اجتياز امتحان برضو ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة بتناخشوا اليوم أي موضوع راح تناخشوا بقوة وذكاء وتتجروا على رفض أي شيء ما بيناسبكم أهم شيء وما تخشوا شيء بل ثقوا بأنفسكم أكثر تعتبر هاي فترة مناسبة الأخوة التجربة جديدة وفيها يعني إلى بعض موليد برج الدلو سفر برج الحوت ابتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو في العاطفة من الآن لغاية ساعة الصباح أهم شيء تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم فترة مازالت جيدة لتعزيز العلاقة للتقارب للمصالحة للنقاش والحوار ولكن بدون أي عصبية أهم شيء بدون فرض الرأي أما من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما بصير التركيز على الأمور المالية بيكون القمر تحرك درجة من مقابلكم فعشان هيك بتنهمكوا في أعادة تنظيم أموركم المالية خلال هذا اليوم أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم الأجواء بتصير أحسن وأكثر إيجابية وبتتجاوب معكم في كثير من الأمور بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعداء يعني التركيز رح يصير على المسائل المالية بقوة ممكن تهتم بمسائل خلال النهار إلها علاقة ببنك بضريبة بتأمين مستردات مستردات إباد دعم أشياء من هذا القبيل هك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر